كابتن أحبب بدأ بفتاح لكلنا منتكلم على العقلية أو من ثلاثة بتاعة اللعيب المصري شايف آه إزاي تعاطي لعب المصري مع الاحتراف بشكل عام بص أنا عندي قلق كبير جدا من المواهب أو اللعيبة اللي طالع مثلا بنتكلم على منتخب أولومبي اللي هو اللي احنا هنبدأ نتفرج عليه في بطوله في الأولومبيات يعني لما ديجي تتفرج على أو ديجي تتكلم على منتخب أولومبي ما تحسش أن مثلا أنت ما عندك شواء تتفكر ما فيش غير برهيم عادل أو النجم اللي هو اللي هو يعني ها فيه نجومية شواء برهيم عادل لكن اللعيبة كلها تحس أن المواهبة قلت شواء في الكرة المصرية أو مش في الكرة المصرية على فكرة في العالم كله شكل اللعب اختلف بقى دلوقتي اللي يقل بدانية العالية القوة الجثمانية كلهم بقى دلوقتي في الاختيارات حتى الاختيارات اللي بلوقتي ما بيجي مدربين الناشئين لما يكون عنده العيب موهوب وجسمه ضعيف يستبعده ما ياخدوهش وفي كل الأندية وما لقى واحد سريع كرته قليلة شوية وجسمه كويس أبدأ أخده دي مشكلة كبيرة جدا بتقابل الكرة المصرية المواهب قلت جدا 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 كان زمان لما بيجي مدربة تفرج على الدور المصري فرق الأهل الزمالك المحلة المنصورة المقاولين الاتحاد كل فرق من دولة عندهم في الملعب في سبع أو تمام لعيبة لعيبة كرة جاملين جدا جدا دلوقتي لما كل فرقة تشوفها تقول ايه ده لعيب كويس ده لعيب ممتع قليلين جدا قليلين جدا في الدورة فدي مشكلة كبيرة جدا بتقابل الكرة المصرية اللي هي الموهبة اللي قالت اللي هو اللعيب المميز اللي زي رد عبد العال زي حمد عبد اللطيف زي حزم إمام عب سطر صبري العيبة دي كانت جامدة جدا في الكرة دلوقتي عشان اللي في منهم شوية إمام عشور لعيب كرة في استغل في رجلي كويس منقول إمام عشور لكن فعلا دلوقتي مفيش لو واحد من اللعيبة دي عب سطر صبري أو حزم إمام دلوقتي أو أي حد من اللعيبة دي بلعب دلوقتي هياخد 100 مليون 100 مليون